نعود إلى سيد عبدالقادر الهلالي أهلا بك معنام جديد سيد عبدالقادر إذن كنت تتحدث عن هذا الإعلان المشترك الذي وافق عليه حفتر والسراج عن أهميته على كل الصعود حتى فيما يتعلق بالأموال التي ما زالت في الخارج ولا يمكن استعادتها كما ذكرت إلا بالتعاون وتوحيد الأطراف في ليبيا إلى أي درجة دائما حتى مهم موضوع الاندماج السياسي والعسكري بالدولة والذي ينصب بنهاية المطاف لصالح الدولة نعم صراحة هناك نقطة مهمة أن كل الدول التي رحبت بهذا الاتفاق هي نفسها أو هي ذاتها الدول التي قامت بقرار قطع العلاقات الدولية مع قطر وصراحة ليبيا والدول العربية جزء لا يتجزأ من العالم وهم يقوموا بمحاربة الإرهاب فويا هناك نقطة أثارت إليه أن هذه المرة هي ليست المرة الأولى التي يلتقى فيها المشير خليفة حسر سيد السراج حيث صبق التقيات في مايو الماضي في أبوظاوي والتي وصفته دولة الإمارات العربية المتحدة وقتها بأنه اختراق مهم جدا في الجمود السياسي في ليبيا أيضا في السياق ذاتي قال المشير خليفة حسر أن هذا اللقاء هو محصلة لكل الإجدهادات والمقترحات السابقة فقال أيضا نأمل كل خير من اللقاء وليست هناك نقاط اختلاف وأشار إلى أن العداء لمن هم في دار العداء مثل تنظيم داعش والقاعدة والحركة الإسلامية المقاتلة وما يسمى بسراية دفاع عن بنغازي والمتشددين من الإخوان أيضا هناك نقطة مهمة عارج عليها المشير على وهي توحيد المؤسسات كالمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمار وبطبيعة الحال توحيد هذه المؤسسات سيسبب انفراجة كبيرة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي وأضافت المشير أن كل الخيرين الذين يحبون ليبيا سيعرفون أن ليبيا ستنتقل سريعا من وضع بعين إلى آخر طبعا من بين النقاط التي نقشت خلال اللقاء هو بند اتفاق صخيرات والذي علق المشير عليه لأنه إذا لم يتم اتلاحه فسيبقى في مكانه للأبد ولن يفيد أحد أيضا تم الاتفاق في هذا اللقاء على الالتزام رسميا بعمل نحو عقد انتخابات رئاسية وبابلمانية في أقرب وقت نعم الشارع الليبي يعني لا شك بأنه الموضوع مرحب به كيف الأجواء شارع الليبي المواطن الليبي لأي درجة هو متفائل ويؤمن بهذا طبعا كان ينتظره ويؤمن بهذا الإعلام صراحة كما قلت في البداية الشعب الليبي متعطش مثل هذه اللقاءات وهو ينتظر حل للأزمة الليبية وهو بطريقة الحال يريد توحيد الدولة الليبية يريد العالم ينظر له كدولة موحدة وليس دولة فيها انقسام سياسي وفيها عدة سرقاء الليبيين أنا أشكرك من بنغازي الألامي عبدالقادر الهلالي ترجمة نانسي قنقر